سيد سيركوف من موسكو طيب ما دلالات أن يأتي هذا الكلام من الداخل الصحفي الأمريكي يعني كون الفورين أفيرز هي من تنشو ذلك الكلام ما دلالات ذلك أن نواة المتحدة باتت قوة عظمى منهكة حسناً طبا مساءكم جميعاً نحن هنا في موسكو نؤمن أن أمريكا هي قوة عظمى والحكومة الروسية كانت تحاول أن تتفاوض على التفاوض السلمي والتعايش السلمي ولكن المشكلة أن أمريكا لا تتعامل مع روسيا أو الصين كطرف على نفس القدر من القوة أو بمساواة ولكن تنظر إليها باستعلاء أو كدولة أقل ولا تحترم المصالح القومية للدول الأخرى إذن التوترات القائمة كانت حتمية وكان من السهل أن نتنبأ بها ولسيما عندما بدأت أمريكا في توسيع وجودها في الشرق أوروبا أيضاً الصين تزداد قوة وهي تحاول أن تقوم بحماية المصالح القومية الخاصة بها وتعمل على تعزيز نفوذها في أسيا إذن في العقد القادم سنرى منافسة شرسة في العديد من مناطق العالم وأنا أخشى أن ذلك لن يفضي إلا إلى حرب باردة أخرى ترجمة نانسي قنقر